اشتركوا في القناة ونتمع ويده لنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنهار حالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلموا طيبات ما أحض الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رسعكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يآخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يآخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تتعلمون أهليكم أو كسوتهم أو تحليل وقبة فمن لم يجد فصيان ثلاثة أيام ذلك كفارت أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رنس من عمل الشيطان فازتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغطاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم من تفون وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبرونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلفوا عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليزوق وبال أمله عفى الله عما سلس ومن عاد فينتقم الله من والله عزيز ذو انتقام وحل لكم سيد البحر طعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما واتق الله الذي إليه تحسبون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على رسول إلا البلاء وأن الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا غيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وزرنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من الله مرضيكم جميعا فينبيكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان زواعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحرسونهما من بعض الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن التبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآسمين فإن أثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقوا عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومع تدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروحي الخدس تقلم الناس بالمهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجل وإن تقلق من الطين دهيئة الطير بإذنه فتنفع فيه وفيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمى والأبوص بإذنه وإن تخرج الموتى بإذنه وإن كببت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواديين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آبنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواديون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتخوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعزبه عذابا لا أعزبه أحدا من العالمين وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أن تقول للناس اتخذوني وأمي إلهي من بدون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيور ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعرضوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عن ذلك الفوص العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل ظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم معدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم السركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرطين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستازئون ألم يروا كم أهلفنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا الأنهار تجري من تهلهم وأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا شحر مبين وقالوا لولا أوجن عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون ولقد اشتوذئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستازئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاغبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كذب على نفسه الرحمة لا يجب عنكم لا يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليهم فاقر السماوات والأرض وهو يتعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أقاضي عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصب عليه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بدر فلا كاش وله إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنظركم به ومن ملع فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشكون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناؤهم الذين خسروا أنفسهم فكم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتبوا على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفرح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا وإن أشرقاكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشرقين وانظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه واجعلنا على قلوبهما كنت نيقه هو في آذانه مقرى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجابلونك يقولوا الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلقون إلا أنفسهم ما يشعرون ولو ترى إذو خفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذو خفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلاء ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ودخسوا الذين تذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حصتنا على ما فرتنا فيها وهم يحملون أوثارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزلون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحظمك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأبودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ الموسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفعا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه ينجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بسماحيه إلا أمم أمثالكم ما فردنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا ثموا وبهموا في الظلمات من يشاء الله يطلل ومن يشاء يزعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشوا ما تدعون إليه إن شاء وتنفون ما تشكون ولقد أوسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وسين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فأقطع لابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سماعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به منذ الكيف نصالف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو زهرة هل يحرك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحجنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملا إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحسبوا إلى ربهم ليس لهم من دونه من دونه ولي ولا شفعا لعلهم يتقون ولا تقضي الذين يدعون ربهم بالغبات والعشي يردون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقضهم فتكون من الصالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلان بالشاكلين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ظلمه وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيطا أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهوات مغزظة إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم لا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم من ظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا قوه ويعلم ما في البر والبع وما تسقط من ورقة إن لا يعلمها ولا حبة في ظلمات ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهال ثم يبعثكم فيه ليخضى جلم مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهل فوق عباده وينسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفلتون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فلا له الحق وهو أسع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشتكون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياعا ويزيق بعضكم بأس بعض ننظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بأكير لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرف عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينصي أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع الغوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتقذوا دينهم لعبا ولهما وغرطوا من حياة الدنيا وذكر به أن تبثل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين يصلوا بما كسبوا فهم شغاب من حميم وعذاب لهم ببتان يكرون قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يدرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمنا لنسلم لرب العالمين ونقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملفي يوم ينفع في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذا قال إبراهيم لأبيه آثر وتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى الغمر باسعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس باسعة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا غوم إني بريء مما تشكون إني ودهت وجهه للذي فضر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشكون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشفقتم ولا تخافون أنكم أشفقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لظلم أولاك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ننفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وإيوب ويوسف وموسى وهارول وكذلك نجزل المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإفرانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشكوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحظم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق خذره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قاطسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبائكم قل الله ثم ذنهم في خوضهم يلعبون فهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنظر أم الخرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحيا إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم فليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرغدا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين سعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تغطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالغ الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك من الله فأنا تؤفكون فالغ الإسباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبنا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات المر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ديها مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه غذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتور والأمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى سمده إذا أسمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون فديعوا السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم مصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسي ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصالف الآيات وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي لك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما شقوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بركين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فذلك سينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعون فينبهم بما كانوا يعملون وأرسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآية عن الله وما يشحيكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في رعيانهم يعمهون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر